بإذن الله يعني واثقين زي جمهور الأهلي حنرجع بكاس تاني ونحطه هنا يعني دولاب الكوز بإذن الله ده حيحصل وبإذن الله إحنا بقى تدقرنا نهضة بركان ويعني المطش الجمعة القادمة خلاص يعني يومين بتفسيرنا تقريبا خليني أروح مع حضرتك لأن مش هروح للفنيات على قد هروح لقصة هنا التنافسية إحنا بنتكلم في نهضة بركان آه فريق مش ضعيف ولكن هو مش نفس المستوى اللي إحنا عاهدناه قبل كده ووقت لما أخذ الكونفيدرالية فيه فريق كبير كده حتى في الدوري السنة دي هو متراجع بشكل كبير هل ده يقدر يديت ومؤنينة يأدي خوف خاصة أن فيه تصريحات كانت من اللعيبة هناك في الفريق كانوا بتكلموا أن هم لقى عندهم تحدي وهما جاهزين وهما يعني المطشات المحلية أو البطوات المحلية مش هتبقى نعكسها هم مش هقدروا ينفسوا الأهلي يعني هنقولك أن أي الفريق وبقى شرف لي أنه هو يلعب النادي له لأن الأهلي طبعا بالأرقام والأحصائيات وبالتاريخ هو أفضل نادي في القارة الأفريقية فهوضاء ده طبيعي يعني زي ما تقولي احتفالية أنت بتلعب النادي له له فيه أوقات كتيرة جدا فيه أندية مش بتنول الشرف ده أنه هي لعب النادي له لعبه في بطولة يعني مش مباراة ده النهاردة ناعدة تبكينا عنده مبرامة عن نادي له مباراة بالنسباله للتاريخ لو مباراة ببطولة للتاريخ قبلك للتاريخ أنت بتلعب النادي له اللي بتتحط في السبيب بتاعك كنادي لعبة النادي له في السوفر الأفريقي ولكن خلينا أقولك أن دايما أو المعهود على السوفر السوفر في العالم سواء إذا كان السوفر الأوروبي أو الأفريقي بطل الأبطال الدوري بيبقال له الغلبة بقول الأغلبية هو الأفضل لأنه لعب في منافسات أفضل لعب معندية أفضل الإمكانيات والقدرات والقيمة أكبر بكتير جدا أهم مباراة في الملعب تنفسية ما بين الأهلي ونهضة بركان مش تقليلا من نهضة بركان ولكن الأهلي أفضل بكتير جدا إحنا تصريحات دي اسمعناها من سنداون واسمعناها من الزمالك واسمعناها من سيمبا واسمعناها من كل يعني كل ما بنلاها فرقة بنسمع تصريحات من هنا لحد بعد حد ما الماتش يبتدي بخمس دقائق وفي النهاية الأهلي والأهلي الأهلي بيمتصر بإمكانياته وقدراته وروحه العالية جدا 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 وده اللي بيخلي الناس خد بالك يعني ده اللي بيخلي الناس تحط لقل في قيمته الحقيقية إنك أنت النهاردة مهما كانت التصريح يعني فيه فرق بتتخضم التصريحات شوية لما المدير الفني طلع يطلع تصريح تلاقي اللعبة تخضت وقلقت والمدير الفني تده يغير حساباته لكن إحنا هنا النهاردة إحنا فعلي بش رد فعلي يعني الأندية الكبيرة بتبقى فعلي إنما الأندية الصغيرة بتبقى رد فعلي هو بيعمل التصريحات دي كلها ممكن عشان يشيل الضغط من عليه طبع علشان يدخل المباراة وهو الخوف اللي عنده والقلق والرهبة اللي موجودة تقل شوية أو تختفي لأنه عارف أن هو بيلعب النادي لالي عارف تاريخي الأهلي كويس عارف أن الالي هو حامل اللقب الإفريقي أنا النهاردة بلعب في الكونفدراني وليبلع في البطولة دور الأبطال إنت خرجت من دور الأبطال عشان أنت يعني شعز قيمتك أوليلا ولكن عشان أدائك الفني مكانش على المستوى الأفضل صحيح النهاردة اللي لقى بلعب سينو الفانا أفريقي يعني النهدة بركان ما عرفش وصلت لحد فين قريبا العاشر لا فالدوري العاشر تقريبا ماشر العاشر بقي لحد ما يوصل لحد مليط ناصري يا ربنا يحلها المولا يحلها ربنا